لحاجة السكان حي الترحيل بمدينة الزوارات إلى خدمات صحية قريبة وفي المتناول تدخلت دولة من خلال منتوبية تآزر ببناء نقطة صحية متكاملة المرافق والي تيرز زمور سيد سلم والسيدي بعد قطع الشريط الرمزي إذانا ببدء هذا المرفق في استقبال المواطنين تجول رفقة السلطات الإدارية والجهوية على مستوى الولاية بين المكاتب والغرف التي تضم قاعة للحجز وأخرى لولادة ومستودع صيدلي ومكتبين الاستشارات مع مرافق أخرى ضورية بإطار الاحتفالات المخلدة لعيد الاستقلال الوطني نتشرف اليوم بحضور تدشين نقطة صحية مهمة في حي الترحيل هذا الحي الذي عناه بزمن طويل من الصعوبات في مجال الصحي نتشرف اليوم بمواكبة وكالة تآزر في تدشين هذه النقطة الصحية التي ستساهم دون الشك في تسوية المشاكل الصحية للمواطنين على مستوى هذا الحي النقطة الصحية تم بناؤها ضمن المشاريع التنموية التي يطلقها برنامج الشيلة التابع لمندوبية تآزر تجسيدا لهذا التسهيل تقريبا الخدمات الأساسية من المواطنين نحن اليوم نتشرف باسم عالي المندوب العام للتآزر بتدشين هذه المنشأة التي لا شك أنها ستخفف المعاناة سكان الترحيل في مدينة الزوارات وهذه المنشأة قد تم تجهيزها حسب معايير الوطنية في هذا المجال وتم بمبلغ مقداره ذلت ملايين وستمائة الفوقية جديدة في سياق آخر وفي منطقة الترحيل دائما أدى والي تيرزمور زيارة تفقد وطلاع لمشروع سوق جديد تتقدم الأشغال في بنائه حاليا يتوقع أن يتم تدشينه قريبا في خضم الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 61 لعيد الاستقلال الوطني مختار بابا والحمد قناة الموريتانية حي الترحيل بمدينة الزوارات